يعني عادة لما يكون فيه أي منتخب بيشارك أو بيستعد للمشاركة في كاس العالم عادة بينتقي الفرق اللي يلعب معها مباريات ودية كفرق قوية ولها اسم ولها ثقل طبعا مع الاحترام الكامل للفريق الليبي وللمنتخب ليبيا برضو ناس محترمين وطريق منتخب محترم وليه تقلق إلى حد ما بس فيه فرق أقوى مش الأوقع نحن اللاعب فرق أقوى عشان نحسن الاستعداد وتنهيز لبطولة مبيرة زي كاس العالم هو لعب طبعا مع ليبيريا فريق يعني مستوى ممكن الرابع في إفريقيا ولكن هو ممكن أحيانا كأول مرة عايز يشوف المنتخب هو ده كان المنتخب المتاح لي مالحقش يتفق مع منتخبات مستوى الثاني مثلا أو الأول في إفريقيا أو حتى في فرق أوروبية ما تكون محجوزة أو عندها ظروف الدورة بتاعها فما بقدرش يجي لعبتهم أو حتى أمريكا الجنوبية أو كلا فهو لأ المنتخب الليبيري فهي تجربة كانت فعلا ضعيفة ولكن هو كمدير فن جديد عايز بس يشوف ملامح من اللعيبة اللي هو اختارها حتى يعني رؤيته في الفيديو بتبقى غير لما بيحس بيه في الملعب قدامه ويخش معهم كمان سريعا في الكلام والمحاضرات فدي عاديا أنه هو يبتدي بمنتخب ضعيف زي المنتخب الليبيري ولكن كان ممكن حتى ما يعملش مباراة بس هو عملها عشان هو لسه جاي وعايز يستكشف بعض الحاجات فهو طبعا نتمنله التوفيق لأنه المنتخب الليبي منتخب صعب متصدر المجموعة بتاعتنا اه كسب ماتشين كسب ماتشين أنجولا وجابون وحتى لو انت بتلاعب منتخب أقل من المنتخب الليبي وجات له الفرصة دي إنه لو كسب منتخب مصر هيبقى عنده حظوظه كبيرة جدا إنه يتقال هيعمل أقصب عنده هيعمل أقصب عنده طبعا لكن المنتخب الليبي منتخب محترب والماتشين معه مش هيبقوا سهلين أبدا ولذلك احنا زي ما نواندا قالت إنه احنا نتمنى كل التوفيق للمنتخب المصري وكلنا معاه ولكن هو فعلا التساؤل بتاع شريف وقفشة وثالتهم طبعا مصطفى فتحي وأنا قلت السبب إنه مش يعني مش بقلل من مصطفى بسبب العيد كبير جدا ولكن إنه دولت كانوا بيلعبوا الفترات الأخيرة مع المنتخب كان يعني فيها علامة استفهام شوية من وجهة نظر نحن ولكن هنشوف بقى بستر كوندر والله من وجهة نظر الشارع على مصر والشارع على مصر